كابتن يونس كم يوم كان المجرب على المنتخب؟ يعني هاي الفترة الماضية كم يوم؟ كم يوم؟ يومين؟ يومين؟ نعم يومين محبب اللي راح هو قطر يومين أو ثلاثة طيب هاي يومين ثلاثة هو عافل المنتخب ورجع لأي سبب ما نعرف هاي سبب يومهم نعم يعني هاي يومين ثلاثة عرف باصل أنت تقصير معقولة يعني هاي طبعا الكابتن يونس هو اللي جاوب عليها بالتاكين وبعدين ما أنا أشوف موز صحيحة أنه يخرج عضو اتحاد عضو اتحاد يخرج بالوسائل الإعلام يقول فلان قائل إقالة باسل جورجيز بالتوصية من جسمه وبقاء راحيم حميد بالتوصية من المدرب هاي أعتقد مصحيحة هاي شون نقراها إداريا؟ نقراها يعني بدايتها مصحيحة بدايتها مصحيحة بدايتها مصحيحة يعني ماكو مركزية بال بال زين أروح نفس السؤال تتوقع أنه هذا نوع من الاختلافات اللي ما بين الشخصيات داخل مكتب التسنفيلي ممكن؟ هاي مو هسم يعني أنت الآن في وضع صعب المنتخب إحنا في وضع لا يحسد عليك نعم نعم وبحاجة إلى تكاتف كل الأفكار وكل الأيدي في سبيل أن نوفر الجو المناسب لتكملة مشوار تصفيات كأس العالم نعم أنت ما عندك وقت عندك مباراة مهمة جدا الآن راح تجيك مع سوريا نعم عرفت؟ مهمة جدا فاصل هذه المباراة هذه والهنا كل الخلافات يجب أن تؤجل حتى أنا إذا عندي خلافات مع باسل أو عندي خلافات مع أي وبعدها إداري يعني مو تقول مثلا فني وتأثيره لا إذا فني وتأثيره سلبي لا هذا ما ما تسمح لا يطلع بس هاي الشغلة بيها بيها خفايا بيها خفايا ولهذا كان المفروض تؤجل لأنه يسأل أي تقصير يصير يعني يسأل الكابتن غيت لا حيجي رح يجيب كل المحترفين وياه ويجي غير معقول يعني يعني وهذا تتوقع على المدى المحترفين والمختربين؟ ما عرفه يعني ولهذا حتى المحترفين والمختربين الناس آنها التجربة وياهم من رح يجوك هل رح يجون رح يضيفون إضافة قوية جدا للمدرب وهاي مو سهلة ترى صعبة هماش قد يجوك أنا كان يجوني غير ثلاثة يام بالفيفا دا نعم زياني يجوني كانوا يجوني من أمريكا وتدري المسافة والهذه وقبل ثلاثة يعني ما يتمر أنت مرين واحد وايا فهاي مو سهلة هذا العمل يازم كان يكون قبل ثلاثة شهر أربعة شهر والمدرب يعرف ويعرف أمكانيات اللاعبين هسا يلاعب محترف جديد شون تعرفه انت؟ شون تعرفه حتى تعرف الآن ستطلع عليها أكثر نحية تدريبية وشوفها مو بس مطلع عليها حتى انت ملاعبة في هذه المباراة مثلا مباراة والدينة هو بهاي فترة صعب جدا تجري بصراحة هي مو سهلة هاي مسألة الإضافات مو سهلة هو إحنا قد نخلل الآن إحنا ما مستقرين على تشكيل كل المباراة اللي لعبنا بها ما مستقرين على تشكيل وهذا سبب كبير جدا في تخلخل وعدم الوصول إلى النتائج زياني اشتركوا في القناة